السلام عليكم و مرحبا و ألف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فطيما مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد و وصفة اليوم إن شاء الله عبارة على بريوش بشكل عائلي بحشوتين مختلفات كيعطيه واحد المضاق هائل فكانت من شاء الله تجربوه من كل قلبي خاصة الحشواء اللي غادي نأكد لكم على فتا تمت الفيديو فكادجي هائلة يستحق تجربة كيجر طب مفش فش خفيف كي لقطن ودو الشكل ديالو على الصورة كيف ما كتلاحظو معايا فدبا نخليكم مع الوصفة وفرجة ممتعة فبسم الله على بركتي الله كنناخد الخلاط ديال مولينيكس كيبقى اختياري ممكن تخلطو غير بالطرى باليداوي الفوي كنوضع واحد الكاس من سكر حبيبات مايو نضيف ايضا كاسين من الحليب لكي يكون دافئ مايو عادي الميتين ميلي ملعقة كبيرة من الخامرة الفورية اي الخامرة ديال العجينة وملعقتان كبيرتان من الياغورت الطبيعي لكيبقى اختياري ممكن استغناء علي انا بما انني احتاجت ذاك الكاس ديال الياغورت بمجرد نضيف ايضا كاس من زيت نباتية مايو عادي الميت ميلي وشخنيشات من سكر مناسم بالفانيليا مايو عادي 15 جرام نضيف قليل من الملح غير القياس ونضيف ايضا بيضة كاملة دائما كتجربوا البيض باش لا كانت البيضة مزوينة ما تضيع عليكم شاديك الخالط اللي وضعتو في الكاس ديال مولينيكس وبالنسبة للبيضة الثانية فقط نضيف منها البيضة دياله واللي كنضيف للكاس ديال مولينيكس حيوانية حسب الرغبة بالنسبة لكمية الدقيق التي ستكفيني فهي سبع كووس ونصف بقياء سكاس الياغورت فهي واضحة لكم على الصورة نغرب الدقيق فيما تلاحظوا معي على جانب فبالنسبة للكمية فهي جدا مضبوطة يعني سبعة الكيسان ونص مايو عادي 750 جرام نأخذ منها قرابة ثلاث ملاعق كبيرة نضيفها على باقي المكونات والباقي الدقيق نضيف خنيشة من بيكن باودر أي خميرة الحلويات مايو عاديل 8 جرام كتبقى اختيارية ممكن استغناء عليها لما نستعملها في البريوش مرة مرة أصافي هنا نحاول نخلط هذه المكونات مع بعضياتهم خاصة من هذه الجناب لكي نطحن كل مكونات لا تبقى شي حاجة لا تتخلط سوف نطحن المكونات جيدا مع بعضياتها من دقيقة حتى زوج دقيقة لكي تعرفوا بأن الخارج تصبح لكم موجود و تطحن جيدا كي تكونوا واحد الفقاعات الفوق ديال الخارج يتبقى الواحد الرغوة في الفوق على هذا الشكل كيف ما يتضح لكم من بعد نخلط هذه الكمية ديال الخالطة على واحد طاقة على هذا الشكل و نضيف على الكمية الدقيقة كاملة نخذه بعض الاعتبر بأننا نقصنا من ثلاثة المعالق في الأول فلا تخافوا تشي حاجة على ضمان تيرال مقدار مضبوطة سواء قصتوا بالكاس ديال الياغورت أو لا أي كاس متوفر عندكم يكفي غلق كاس اللي قصتوا بالمكونات الأول كتوحدوا بالقياسات حتى الدقيقة كل شيء تعبروا باحد الكاس و كنوا متأكدين بأن الواسطة ستجيكم ناجحة بحالها كذا كيف ما تلاحظوا معي الخالطة ديال العجن خصوص يكون خفيفة كيلتصق باليدين فبالنسبة لنجاح أي بريوش ضروري لعجينة دياله خصوص يكون خفيفة خاصة البريوش اللي نحضره بالزيت هنا اخذت واحدة بواطة كيف ما لاحظتم معي وضعت فيها كمية من زيت نباتي بشكل دهن على هذا الشكل عادة بيش كنوضع فيها الخليط ديال العجين أو العجين ديال البريوش ديالنا و كنقفل عليها و كنخليها جانبا في شي ما كان يكون دافئ في المطبخة قد تغتطوع عليها بشكل ده و كتختامر بالنسبة للوقت ديال الاغتمار فكيختلف حسب ضرر حرار المطبخة ديالنا حسب الجو ممكن تاخذ معنا ساعة ساعة او نصف مويمة عايدين حسب ضرر حرار اللي عندنا حتى يبال لكم الحجم دياله الدوبل هناك تعرفوا بأنها اختمرت جيدا فهنا من بعد ما اختمرت العجين ديال كيفما تلاحظوا معي كنحاول بالاستعانة بالقليل من زيت نباتية كنبال يدين ديالي كننزول هذيك العجين منطاسة كنحاول نضيق غازيها من هذيك الكمية ديال الهواء اللي تكونت بفعل اختمار ومن بعد كنحاول نقسم العجين الى اربع كويرات كي يكونوا متساويين الحجم ضروري واحدة كتكون نقصة او لا زيدة على الاخرين ولكن اجمالا راك نحاول يعني بعينينا ميزاننا نجيب القياس مضبوط انا هنا باش نعطيكم يعني قياسة مضبوطة فحاولت نوزلكم كل واحدة شحال كتساوي في الميزان كل واحدة فكتساوي 300 وزوج غرام الا ديك الحبة الاخيرة كتكون نقصة على اليوم كيفما تلاحظوا معي فكتعادل 1-189 جرام يعني ليس بزف ماشي صغيرة على اليوم بزف شوية ما عليش يعني لا ضروري ما يمكن اجوا مضبوطين تماما هنا انا نخذ ورقة الزبدة نغبره بشوية دقيقة ومن بعد نضع فيه الكويرة الاولى ديال العجين ونحاول بالاستعانة باليد او بالمدلكة نطلقها ديك العجين ديالي السمك ديالها ما تكون شرقيقة بزهو ما تكون شغلية تكون موين كيفما يتضح لكم على الفيديو كنا نضع فيها جانبا فوق شيطبلة او فوق ساتها العمل وعادة بايش كان ناخد ثاني القويرة الثانية كان عود نسرح احتيا بنفس يعني بنفس الشكل ديال الاولى وهنايا بالنسبة للحشوة فهذه الحشوة كان نصح كون بيتجربة لان فعلا رائعة كان ناخد قرابة ملعقة كبيرة من مربع ديال المشماش مش لي كيكون خفيفة وانما دقي كيكون خاتر كيكون عاقد كان نسرح على هذا الشكل ما كان نوصل لاش للجوانب يعني بالنسبة للحشوة ما توصلوش للجوانب باش ما تخرج لكم مش من في مرحلة الطهو كان سرحا كيما كانت لاحظوا لها هذا الشكل ومن بعد كان نجيب القليل من الزبيب يعني العنب المجافف اللي كان نكون غسلته جيدا ورطبته شوية في الماء باش هكذا كي تنفخ وكاير طاب ما يتبدو كتعجنو العجين ديالكم كتوضعوه شوية ديال الماء صافي هو اللي كان نعمله كطبقة تانية للحشو وهنايا كان ناخد واحد الحباء ديال التفاح من بعد ما كان نكون زولت على القشرة يعني مباشرة كان نبدو كان قطعها او لا كان هيا هذي كان قطعة شرائح اللي كانت تكون رقيقة كيفما تلاحظوا معي فسكين كي يبليكم وعادي باش كتبدو كترتبوها فوق هذي الكمية الكمية ديال الكمية ديال الزبيب كيفما تلاحظوا معي اللولا راحية تالي اني ما جتني شمقه هذي رقيقتها بزف الاخرين هكذا كيفما تلاحظوا معي ممكن انا بغتو تخدموه بالقرفة حتى يديروها لانك تتماشى مع التفاح ومهم تتماشى مع هذي الحشوة انا ياما مهم ما خدمتش بيها حيت اجدو بيها لكن عندكم مش فرض من العائلة ما كي يكونش مكوين كت تفضلوا التفاداوه اما لا تطيبتو بشي حاجة ما كي يكلواش افراد العائلة ديالكم فكتطروا تكلوها بوحدكم لا تطيبتو بشي حاجة لانتوما كنت تعجبكم من القرفة فخدموه بيها سوف يزوين احتها من بعد نحاول نوضع العجينة اللي اطلقنا في الاول الكوانر الاولى على هذي الحشو وتبقوا تضغطوا باطراف الاصابع جيدا لكي تسد لكم البريوشة وما يخرج لكم الحشو اثناء الطهو سوف ترمموها كتقدوها بيديكم هنا بالاستعانة بالقطاع ديالبيتزا تحاولوا التراسي ومشي التراسي وانما تقطعوا يعني توصلوها تل تحت تقطعوا الشكل ديال بريوشي ديالكم تشكلوه بحال هكذا يعني مرسويات على ثمانية سوف تضغطوها على واحد صينية وكتحاولوا تغطوها ببلاستيك غدائي وثم بواحد المين ديل باشاكدا تخليوها تدفع باش تختامر لكم يضعف الحجم ديالها بسرعة بالنسبة لكويراتين الاخراتين او للبريوشة التانية فكتخدموها بنفس النهج كتصرحوها كتطلقوا العجين ديالكم هنا قدرت لها كحشوه للمربه ديال ديال كرموس ديال التين فكيجي زوين كان عندي او بالتلموي من اقترح لكم يعني تقدروا تعمل بالمربه ديال مشماش او لا ديال الفريز او لا اي مربع عندكم تقدروا تخدمو بي انا اللي كان عندي موجود لاني خدمت بي كفكرة اخلاص ماشي ضروري تدروا الحشوه اللي يريدكم في الاول ولكن بما انا ادبت فحفه متوفر بكتر ركتجي فين هذه الحشوه صدقوني غير تجربوها اذا كنتم تطيقوا في الوصافة اللي كانت اختيجي معكم فجربوا الحشوه الليولي ركتجي هائلة و بالنسبة لاتين يحسيرها جيدا و يمحوش و حلو و اصافي شي حاجه اللي قوتي مختلفة ماشي دائما كان نحضروا نفس الاشكال ديال البريوش هكذا مره مره الانسان يبدل في الشكل و حتى مليك تبغيو تبخيزونطة و هاد البريوش فكيجيكم مثال مليك تبغيو تقطعوا اني ما كتتم حلو ماما تشي حاجه انا نديجة كنكونو تراسطيني على هاد الشكل نفس الشكل كنخدمو البريوش كيفما تلاحظوا نغطيه و نجعل واحده حتى تختامر و يضعف الحجم كيفما تلاحظوا معي على هاد الشكل نحضروا ناقرة سيسخن من الفوق و انا عندي فران جاز يعني جاز البوطة في جديد تساؤلات الطريقة في الفران جاز كيفما تطيب الخبس و ان يطيب البريوش من النار لأقصد لانه ضغيات يطيب البريوش في الفران لكي لا يتحرق لكم فقط اردوا معه 10 دقائق نبدأ الصفار الوجه البريوش ومن بعد مباشرة ندخلهم للفرن وهذا الشكل الذي تحصل عليه من بعد ما كان طيبهم نضيفهم كما تلاحظوا اي حجم طفرة لكي لا يرتبوا من التحت لكي لا ترجعوا لكي لا ترجعوا الحرارة سخونية وكي لا يرتبوا من التحت لكي يبرد على هذا الشكل ممكن تقدموه بحلقة كيف ممكن ايضا تزينو بالنباش كيف ميانا والدردرولي شوية اللوز افلي او لأي حجم طفرة وكتقدموه بصحة وراحة نقول لكم السلام عليكم الى حلقة قادمة ان شاء الله في امان الله شكرا